على ذكر مودست وكان الكلام كتير اول فترة اللي فاتت من الراجل كان بيتضرب مع فريق درجة ربعة في المانيا واللاعب كان قرار بيوقع لهم ومنين انت كاهلي جبت لاعب كان هيوقع لفريق في الدرجة الرابعة طيب هو ليه كان بيتضرب اصلا مع فريق درجة ربعة ما تضربش ليه او ما جددش ليه مع فريق دورتومون كصص كثيرة هل هو جاهز اصلا ولا مش جاهز فنيا هل ممكن يشارك في المباشرة مع النادي الاهلي هل بدنيا بسبب السن متقصر ولا كل ده هتعرفه دلوقتي الاجابات بتاعت الاسلاء دي كلها هتعرفها حالا عبر اسكايب ماتيا اسمينك المدير الرياضي لنادي فورنتونا كولون النادي الالماني اللي كان بيجري معه مودست فترة الاعداد يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا جزيلا تحياتي لكم وتحياتي الى القاهرة امتنان جماهين النادي الاهلي ليكم ان انتم قدرتوا تجاهزوا مودست بشكل رائع جدا عشان الاخبار اللي جايانا النهاردة انه بدنيا في مران النادي الاهلي كان جاهز مية في المية احكيلي فترة الاعداد وازاي اصلا مودست اختار فريقكم او ناديكم انه يجري معها عملية الاعداد بما انه كان لاعب فريق وملوش نادي نعم بكل تأكيد انا اعتقد واتذكر ان انا تقابلنا في شهر اغسطس الماضي وتحدثنا سويا واتى الينا في اجتماع في المكتب في فورتونا كلن وجلسنا سويا وتحدثنا عما اذا كان من الامكان ان ينضم الى الفريق ويبدأ التمرين والتدريب معنا في مرحلة اعداد كي يحافظ على نفسه من ناحية البدنية ومن ناحية الزهنية والاحتكاك وممارسة اللعب لانه كان هناك وقت ما بين خروجي من بروسيا دورتومونت الى هذا التوقيت حتى شهر اغسطس وفعلا بالفعل اتفقنا وتحدثنا وانضم الى الفريق مع فورتونا كلن وبدأ فعلا بالفعل بالتدريب وبدأ في تحضير نفسه من ناحية البدنية طيب هل انتوا كنتوا فكرتوا في اي لحظة من اللحظات انكم تتعقدوا معا انوا يكمل مع الفريق ولا هي فقط كاية فترة اعداد ليه هو شخصيا لا هذا صعب جدا لاننا فريق صغير فريق اقليمي في الدرجة الرابعة في المانيا وهذا صعب جدا بانه فكر في تقديم عرض لمودست مودست يطمح بكل تأكيد الانضمام لفرق كبيرة هذا لاعب ممتاز ولاعب رائع جدا وانضم ولعب لفرق كبيرة مثل كون وبروسا دورتمون وفرق كبيرة فاعتقد كان من الصعب ان نفكر في ذلك ولكن ساعدناه بكل تأكيد في ان يحافظ عن نفسه بدنيا ويقوم بالتدريب معنا لماذا اختار فريقكم تحديدا يعني لماذا اختار هذا النادي تحديدا ليجري معه عملية الاعداد لماذا لم يختار اي نادي اخر انا اعرفه معرفة شخصية ودائما في تواصل شخصي معه وهذا ساعده عندما تحدثنا سويا ساعدته في ذلك في الانضمام لنا ونصحته ان يقوم بالتدريب معنا وبحكم الصداقة الشخصية ما بيننا وفق على ذلك بالفعل هو يعلم تماما ان عندنا البيئة الطيبة والمناسبة للتدريب ولا تحضير اي لاعب في الناحية البدنية وبالناحية ايضا الزهنية والاحتكاك مع اللاعبين هذا ساعده وكان ايضا عامل مساعد له في ان يقرر ان يأتي الينا وان ينضم للفريق في مرحلة الاعداد ومرحلة التدريب نحن نمتلك ادوات كثيرة رائعة وحديثة تساعد اي لاعب في التطوير وفي المحافظة وفي التدريب ايضا وهذا كان سبب اساسي في القرار ان ينضم الينا الحالة البدنية لللاعب على حسب رؤيتك هل هو جاهز بنسبة مئة في المئة انه يبدأ الموسم مع النادي الاهلي ولا محتاج بعض الوقت نعم بكل تأكيد ولكن كولر شخصيا لابد علي ان يقرر ذلك اعتقد في هذه الايام سوف يقرر مستر مارسل كولر عما اذا كان هو في الحالة البدنية والفنية المناسبة للانضمام للفريق هو للسكواد بكل تأكيد او للقائمة للتحاق بالمباراة الاولى القادمة انا اعتقد انه كولن يعني درب كولن لفترة طويلة في المانيا ويعلم جيدا البندسليجا على معرفة كبيرة جدا بكل الفرق ناكو بكل الاجواء والاحوال ويعرف ايضا مودست ويعرف اللاعبين مودست واحد من اللاعبين الرائعين البارزين كمهاجمين من المهاجمين البارزين في المانيا وبكل تأكيد علاقة كولر بكله وعلاقة كولر بمودست اعتقد ليست جديدة فهو على علم كامل به وبكل الاجواء هناك فاعتقد هذا سوف يساعد كولر ايضا في اتخاذ قرار سريع وهو على علم ذلك باللاعب بكل تأكيد من ناحية الفنية والبدنية وانا اعتقد ان مودست سوف يظهر بشكل رائع وسوف يقدم مستوى قوي جدا مع النادي الاهلي هل تحدث معك مودست حول عرض النادي الاهلي هل تحدث معك حول قرار باللاعب في القرى الافريقية وفي مصر ومع النادي الاهلي هل اخذ برأيك لا لم يتحدث معي عن هذا العرض نحن تبادلنا الحديث بشكل عام عن المرحلة القادمة عن التدريب ولكن عن العرض النادي الاهلي لم نتحدث سويا عن ذلك كان كل الحديث هو عن التبادل الخبرات والاحتكاك مع فريقنا الصغير في ألمانيا هل حدثك عن عرض أخرى قبل عرض النادي الاهلي للأسف لا هذا كان ليس الموضوع الأهم في محادث المجتمرة نحن نعمل سويا ولكن مثل هذه الأمور ومثل هذه العروض لم تكن موضوعنا في الحديث بيننا بكل تأكيد هذه مواضيع كما تعلم شوى سرية ولكن هو احتفظ بها لنفسه تلقى تلقى موندس بعض الانتقاد من كل من الجماهير المسرعة والمتابعين حول عمره 35 عام هل تتوقع أن اللاعب يستطيع في هذا العمر أن يقدم مستوياته المعتادة في الموندس ليجا خلال فترة المضاية مع النادي لا هذا الأمر لا يتعلق بالعمر وإنما يتعلق بجودة اللاعب هذا لاعب مهاجم عليه أن يحرز أهداف وهذا ما يمتاز به مدس نحن هنا لا نركز على هذه الأمور الموضوع في الأمر في ألمانيا أو في أوروبا مختلف تماما نتحدث طبعا عن سرعة اللاعب عن قوته البدنية وهذا لاعب مهاجم أعتقد هذا لا يعني هذا لا شيء من وجهة نظري العمر مجرد كما تحدثت العمر ليس فيما معناها بالنسبة لي كمهاجم لا ننظر إذا كان هو 35 أو 36 أو 34 عام هو لاعب يمتلك جودة قوية وجودة رائعة وأيضا يمتلك شخصية رائعة وشخصية قوية وهذا ما ظهره مودست في العوام الأخيرة في ألمانيا عظيم واحدة من التقارير اللي نقلت لنا من أوروبا وتحديدا من ألمانيا أنه اللاعب مودست يحتاج دائما لمعاملة نفسية ومعنوية خاصة جدا ليقدم أفضل بالنسبة لهذا الأمر ما أعتقد هو من وجه نظري لعب ناضج وفاهم وبكل تأكيد أي لاعب يحتاج إلى المعاملة الخاصة والعمل معه على الناحية الزهنية والنفسية من أجل تحضيره بشكل جيد سواء في التدريبات أو التمرين أو التحضير للمباراة أنا لا أعتقد أنه يحتاج لمعاملة خاصة أنا أعتقد هو من وجه نظري طبعا بكل تأكيد هذا الشرط أساسي ولكن ليس فقط لمودست بل لكل اللاعبين وأعتقد أن مارسل كولر سوف يعمل معه بشكل قوي وبشكل رائع وهو قريب وفاهم للهزي العقلية ويعرف منذ فترة فهذا قد يساعد أيضا في الإنسجام وإنسجام اللاعب مع الفريق ومع المنظومة وقد يساعد أيضا في تطوير أو ظهور مودست بشكل جيد خلال المباريات القادمة أعتقد على المدرب أن يدعمه وأن يساعده أيضا في كل هذه الجوانب لو سألتك توقعاتك لللاعب الموسم القادم على مستوى تسجيل أهداف على مستوى المنافسة على اللقاء بالهداف في بطولات مختلفة هل تتوقع أن مودست هيحصد ألقاء فردية كثيرة في الدول المصري أو في الكرة المصرية بشكل عام ومع النادي الآلي في البطولات الأفريقية نعم أأمل ذلك أتمنى ذلك لتوني نحن نسميه توني فتمنى طبعا من كل قلبي التوفيق مع النادي الأهلي وفي أفريقيا ويكون سعيد تماما عندما أرى توني يحرز أهداف كثيرة ولكن كل ثقة أن مودست سوف يظهر بشكل جيد وسوف يكون صفقة ناجحة للنادي الأهلي في رأيك إيه هي أبرز سماته الفنية على حسب رؤيتك يعني مميز في ضربات الرأس مميز بالقدم اليوم بيحتاج لكرات عرضية كثيرة إيه أهم سماته الفنية قبل يعني ممكن ساعات ما تشوفوا جماهير الكرة المصرية بشكل مباشر مع النادي الأهلي في كاسو بلقف نعم الفينيشنغ هو ينهي الهجمات بشكل رائع وهذا من أهم السمات الفنية التي يمتاز بها مودس توني لاعب عظيم أيضا ينهي الهجمات بالرأس بشكل جيد وهو يمتاز أو باللعب بالرأس والفينيشنغ بالرأس يتمركز بشكل رائع أيضا داخل البوكس ويحرز أهداف من أنصاف الفرص لاعب فعلا عظيم لعب عنده قدرات وصفات فنية كبيرة ويتمركز مرة أخرى بشكل ممتاز ويتوقع أيضا الهجمات والباسات والكورسات بشكل رائع وقد يساعده كل ذلك في إحراز أهداف كثيرة يلاعب يمتلك جودة رائعة وأيضا دعنا نتحدث عن بنائه الجسمي عنده بنية جسدية قوية ورائعة وصفة ممتازة لأي ما تعلم ويساعده أيضا في الاحتكاك والالتحامات الهوائية وإحراز أهداف بالرأس أحراز أهداف كثيرة مودست أنا أعتقد أنه سوف يحرز معظم الفرص وقد يساعد ذلك في اقتناص فرص كثيرة والمحافظة على تحقيق فرص وأهداف كثيرة للنادي الأهلي لو طلبت منك تشبهولي بلاعب عالمي أسطوري تاريخي كبير في أوروبا تشبه مودست بمين نعم أعتقد هو يشبه أعتقد هناك لعب في بروسيا دورتمونت في الفترة الماضية نعم نعم أنا أعتقد أنه يشبه بعض المهاجمين ولكن كاسم محدد لا أستطيع الكون لذلك ولكن هو بروفايل رائع جدا يشبه مهاجمين عالمين كثيرين مجلس مينك المدير الرياضي بنادي فروتونا كولون أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة شرفتنا ها ده النادي آخر النادي بصم على مودست ده الراجل مودست كان بيقدي معاهم فترة الإعداد قبل الانتقال مباشرة للنادي الأهلي وتقال كلام مهم جدا من مدير الرياضي لهذا النادي أبرزهم أنه مفكروش أصلا أنه هم يتعاقدون مع اللاعب عشان هو بعيد عنهم خالص هم فريف الدرجة الرابعة هم عارفين أنه هو مش هينفع يتعاقد معهم طيب هو ليه كان بيقضي فترة الاختبار معهم أنه هم أصدقاء هو المدير الرياضي للنادي أصدقاء فالراجل عرض عليه ما تيجي تشتغل معنا وتقضي فترة أو مش عفوا فترة الاعداد للموسم فالراجل وافق وقبل هذه نقطة النقطة التانية الراجل يتحدث عن إمكانيات فنية كبيرة دي اللاعب وأنه إزاي اللاعب كان مؤثر في الدول الألماني وتكلم أنه الفينش بتاعه رائع جدا أنه الراجل بيشتغل على كرات العرضية بشكل كويس جدا أنه شخصية ضعيفة أنه اللاعب ما بيعافش يفنش أنه اللاعب كان عنده مشاكل فكان هلعب مع فريق درجة رابعة قال لك الكلام ده مش موجود خالص وقال لك أنه مهاجم عظيم وقال لك أنه اتوقع لي نجاح كبير جدا مع النادي الأهلي المكالمة دي أو المداخلة دي أو الحوار ده كان مهم جدا لحضراتكم بالتأكيد تعرفوا فيه الكثير والكثير من التفاصيل المهمة المهمة فيما يخص صفقة النادي الأهلي الجديد اللاعب الفرنسي مودست اللي غالبا هيبقى موجود في قائمة النادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريكي يوم الجمع القادمة عمام اتحاد العاصمة